البس جمهور الزمالك الان من حتة كابتول الكف jetzt مش عايز يبقى الموسم اللي حصل في الموسم ده يتكرر لو ما تحلتش قاموه هيتكرر بالécole اللي قرر او اللي حصل كان عندrese منافسه من بادري اكيد جمهور الزمالك عايز الشكل ده يتكرر ايه بقى انت شايف ان يتكرر لو الأمور ما تحلتش هيتكرر طبعا عندي ازمه مادية كبار جدا عندك هبقى في ازمهRE جد. تمام؟ لو ما دعمتش اللعيبة دي. يا بفي مشكلة عندك. لان احنا اتفقنا ان الصفقات اللي جات في نادي الزمالك معظمها محترامي اليوم كلهم. مم. لا طالق بنادي الزمالك. فانت النهار ده محتاج محتاج عدد كبير في نادي الزمالك. محتاج عشر لعيبة على اقل سوبر. عشرة. اه طبعا. كتير اوك. عشرة. اه عشرة. ده ده. هو بص هو بتكلم. كنت واحد بتتكلم في نقطة يعني. شريفة السنة عديت له انا معاك. انا معاك في دي جدا على فكرة. هو هو بتكلم في انت مشيت ناس كتير قوي. وكل العناصر اللي انت جيبتها عشان تدعم بيها بعيدة على المستوى. وبتكلم فعلا اه اه هم كتير فعلا بس اه انت عايز ده. طيب. طيب يعني اعمل ايه? عايز فيها. اه. ما انا قلت لك. انا لما عدت لك الناس اللي هتمشي عدت لك. وده لو التدعيم ده ما حصلش هيبقى نفس الوقت. يا كابتن واحد انت عايز اه تقريبا عشرة. بس مش هينفع تجيب العشرة. لا حاجة عشرة. لا. ما بص. انت عندك مشكلة الاولى. حل في نادي الزمالك لازم تتحل الاول. بل الزبط. الحل معروف. الناس مش عايزة تحل. يبقى نفضل في مشاكل. مين مش عايزة تحل? مين مش عايزة تحل? ما احنا قلنا. قلها تاقي. الادارة مش عايزة تحل. الادارة مش عايزة تحل. اه طبعا. مش انا سمعت نحمد جلال معاك هنا. اه. قالك ان في ناس عايزة تساعد. اي بقى. لكن الناس رفضوا. حصل. عشان قالك ان في كل مؤتمر. رعا عشان يساعدوا. اي بقى. مش انا قلت لك الكلام ده. انا كنت هنا انا وكابتن محمد صلاح. حصل. وقلنا ايه. عشان نادي الزمالك يرجع تاني. والناس تقرب من نادي الزمالك. لازم تبعد اتنين. ام. استاذ مانضوح عباس. مستشعر محترام منصور. لازم اتنين يبعد. بس هو. استاذ مانضوح عباس بعيد. ما بقى المشاكل هتتحلم. اخد بالك فيه مشاكل. ما انت اقول. وده ليه فروس وحاجز على البنوك. فهمني. وفي مشكلة. فالمشكلة هتتحلم. رئيس النادي الزمالك الحالي. لو تعتقد. لو بعد. اعتقد. مش الحالي. هو سابق. السابق قصدي يعني. اه. 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 ما احنا. بس اقول لك حاجة. طيب اتل اغبط. مش متل اغبط ولا حاجة. اه. اللي انا شايفه. اه. اللي انا شايفه. انه هو اللي بيعمل كل حاجة. ام. ودي كارسة تاني. احنا قلنا يا شريف ان دي كارسة. دريج. هارجع اقول لك تاني. هي دي الاساس على فكرة. اعضاء مجلس الادارة. اللي موجودين. شغالين لحساب مين. ام. الواضح. لحساب. مع احترام المسؤول. بص. انا مليش علاقة. يعني انا مليش خلاف مع حد. حل. انا قلت لك لا معداء. ولا معداء. اللي انت بتقوله حضرتك. هو كله ملموس. هو كله شايفه. طب انا عارف. اه. فهو. بنحاول نتكلم عشان الناس تحس. بنحاول نتكلم عشان اعضاء الجمعية العمومية تعرف. ام. بنحاول نتكلم عشان الناس تعرف ان الزمالك. يعني غرقان دلوقتي. بيتعلق في اشايا. طب. بنحاول نتكلم عشان الناس اللي هي مسكة في الموضوع. واخدها وضع يد. تسيب نادي الزمالك عشان نادي الزمالك يقوم. لان نادي الزمالك وراجم هو كبير. فانت النهاردة طبعا ما عارف ان الحل في ايدك ما تحله. مش لازم انا بقى موجود. هرجع قرارة مش لازم انا بقى موجود. اللي عايز يخدم نادي الزمالك بيخدمه سواء هو موجود في الادارة او مش موجود. طبعا. فهل انت زمالكاوي وريني بقى انت زمالكاوي ازاي. اثبت. طبعا. اه موقف. طبعا. سواء انت خارج النادي او داخل النادي. حتى الناس اللي هتيجي برضو كده احنا مش عايزين يا جماعة مصالح شخصية. ام. النادي الزمالك دلوقتي في مشكلة كبيرة جدا جدا جدا. ام. لازم نلحقها دلوقتي. لان الامور هتلاقها من الاسوأ الاسوأ. اوكي.